لكننا صرفنا قبل مارس سنة 2002 مليون دولار حلم وحقيقة مبنية على يقين وعمل لم يكن لدينا مقتد ولا كرسي ولا طور والآن لنا أربعين مقتد في أكثر من أربعين دول في العالم فالحلمنا أن نساعد يتيم وأرملة أصبحنا بنساعد الناس بالملايين كان حلمنا أن نساعد غير المسلمين وكاننا تدخلات في هايتي وفي هايتي ونيبال والفلبين إلى آخره إلى آخره وبعض الدول الأفرقين مسلمين وغير المسلمين بدأنا متوعين تطوع شباب عندهم 17 سنة 18 سنة لماذا شابك تريد معهم؟ لو عادين تيكونوا قفوا جنبي عشان نتشرف بكم تعالي متوعين بدأنا شباب زي دول في سنة 1984 حالياً عدد الموظفين في الإغاثة الإسلامية أكثر من 3,000 أكثر من 3,000 وعدد الموظفين وعدد من التطوعين بالآلاف والآلاف والآلاف الآلاف والآلاف والآلاف الآن نحي بريطانيا تأول مؤسسة إسلامية إنسانية في أوروبا أصبح الحرباء والآلاف والآلاف transformation أصبح الآن بضع مؤسسات الإنسانية يا ل Miami طلعوا بطا Yang بدأنا بريطانيا ما كانت شيء مؤسسات إنسانية في بريطانيا. حاليا في بضع مؤسسات الإنسانية الإسلامية في أوروبا وأمريكا. هو حلم أصبح حقيقة بيقوا. كان لنا حلم من نعمة مؤسسات دولية. أصبح الآن لنا شراكات مع مؤسسات الدولية. هذه الأحلام أنتم حققتموها لنا. أنتم حققتموها لنا بماذا؟ بدعمكم وبدعاكم وباستباركم وبتحدثتكم عن الإنجازات التي فعلتموها أنا. الحلم أصبح حقيقة في خمسة ثلاثين سنة. إن أردنا أن نبني مجتمع لا تبني المجتمعات بين عشيات وضحاة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم بدى المجتمع في خلال ثلاثة وعشرين سنة. وسيدنا موسى أنقذ عليه السلام بني إسرائيل بعد ما أصبح نبيا سنين وسنين 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 وسنين. وسيدنا عيسى أنقذ خلاف بني إسرائيل الضلة ها في بعثته. وسيدنا إبراهيم إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فبناء المجتمعات بيكم لا يأخذ يوم أو عشية أو ضربة حظ. ما فيش حظ ببناء المجتمعات. البنات لو فيهم بارا جيبوا. تعالوا. وأنت في واحد هنا مستخب بكم. أنا مش شايف ولا شايف. فيها. تعالوا يا بنات كده. أنت شايفها. كان فيه عندنا مستخب بها. ها. فتعالوا أنت. أنا عرفك يا بتاعت البلمسية أنت تعالوا. عطيتنا عوزيت الخارجية دي. فالحلم بيتحقق في خلال عشر سنين وعشرين سنة وتعالوا منكم الصبر على البناء. إيه قيمة حياتنا. هي بقيمة ما نقدمه للمجتمع. إيه قيمة إيماننا. هي قيمة ما نخدم من خلال المجتمع. إن كنا مؤمنين فلا بد أن نخدم. إن كنا مؤمنين لابد أن يتحول إيماننا إلى عمل في أحلاق وتعاملات وجودة وإنجاز من أجل خدمة الفقراء والمساكين إلى آخرين. هذا هو الإيمان. الإيمان مش في المسجد. الإيمان مش في الكنيسة. الإيمان مش في صدى أو حفظ القرآن فقط. الإيمان في تنكمة السيارة المسجد والكنيسة والصدى والقرآن إلى عمل. نستطيع أن نخدم به مجتمعاتنا. الإيمان مواقرة في القلب وصدقه العمل. أجمل تبرعين. وصلونا من أثنين. حقول لكم. ينطبق عليهم جهد خير الصدقة. جهد المقل. جهد المقل إلى فقير المسجد. كنت في اليمن سنة الخمسة والسسعين. مدينة اسمها تعيس. كنت من صلى الجمعة. كان فيه المدبحة بتاعة سليبرنيسة. كن لكم عارفينها. اللي كانت فيها تمن تلاف. أو في ساعة تلاف أو حداشر ألف. فأقل من ثلاث يام. دبح وقتل إلى الأخير. وكتبنا القصيدة عن بنت اسمها سعادة قدصبت فانتحر. كل مختلفين. على إنها ما تنظر إيدي أصلاها انتحرت فح تخش يعني ما تنظر كده. لا تدري ما هي حالتها النفسية. إنما قدصبت الفتاة وأخذت بروحها. ففي هذا المكان فتاعت بعصات الجمعة آتاني رجل ينطبق عليه رمب أشعة أخبر مدفوع من الأجواب. لا يؤمن لو أقسم على الله لأبره. علينا في اليمن إننا نقبل الأياني ونقبل الرأس. وأنا نقبل رأسه لقد قل رأسه ضرابة. وعرق وكذا 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 وقال لي أنا عندي تبرع ليك. قلت له أهلا كذاكم الله خير. قال لي تقبل خمسة ريال يمن يعني أقل من سنتيم أو او اتنين سنتيم. قلت له أقبل نص ريال يمن يعني. وربع ريال يمن يعني. وخمس ريال يمن يعني. فلما فتح يده. كان الخمسة ريالات مهلهلة. قديمة. بالية. لكنه جهد مقل إلى فقير في سر. تأثر بالأخوات اللائعة تسوبنا. فدفع كل ما عنده. قبلها بسنة أو سنتين كنا في بروكلين. في نيويورك. كنا بنتكلم عن الجنة. فخرج علينا أمريكي المسلمين جديد. قسط جديد. قال لي عندي تبرع. قلت له أهلا. اللي هو الكابون بتاع الطعام بتاعي. اللي انا حتعاشها به النهاردة. تلاتة دولار. تقبلوه. تنعمل لكم الله خير. هذه التبرعات. وأولئي الأشخاص هم من يجعلوننا نستمر في العمل ونستمر في الانجاز بكم. من ملايين إلى الخمسة ريالات. ومن ملايين إلى هذا الكبون نحن نتكلم عنه. فلذلك لما نتحدث مع بعضنا. ها لابد أن نحترم الفقير والمريض والجائع والمسكين والأضملة والمفتاد كلها أولا. لأن هما هيخشوا الجنة قبلنا بخمسمائة عالم كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. وهم الذين بدعائهم ستكتب لنا جنة. وسكون بإذن الله من أهل الجنة. وإن شاء الله استثمرنا اليوم. مش في اليمن. استثمرنا في أبنائنا. في بناتنا. وفي أحفادنا. إن استثمرنا في اليمن استثمرنا في مستعبل هؤلاء. إن استثمرنا في أي مكان في حاجة في المغرب والله. في أفريقيا في النيجر في مالي في تشات في أفراصل أفريقيا. في كل مكان في العلم. استثمرنا في بناء حياة أبنائنا. استثمرنا فيه. هنا ما ندع المال. ندعو في يد الإغاثة الإسلامية. إنما ندعو في يد الله سبحانه وتعالى. فيربيه لنا قبل أن يسرد الفقير والأرملة والمسكين والمحتاج والفقير والنازم الإله. هنا ما ننظر إلى هذه منظومة. والله يلقبنا. إننا نعطي معه لله سبحانه وتعالى إلى الله في يده. كما كانت سيدتنا عائشة رجل الله عنها تعطر كل صدقة قبل أن تدفعها للمسكين. لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. وأنتم من بنات وأبناء عائشة رجل الله عنها. هذه هي المسيرة. لقد انتهينا من أول خمسة وثلاثين عام. ستكون الشهر القادم يوم سمعتاشر يناير. وعليكم أن تكملوا الخمسة وثلاثين عام الأخرى. من 2019 إلى الفين ١٤٤. والجيل الذي بعدكم يكمل مسيرة الثالثة. من ٢٤٤ إلى ٢٩ ٢٩٩. وهكذا. البناء يستمر. البناء يستمر. البناء يستمر. ولكنه سيستمر لكم. وبأبناءكم وأحفادكم وأبيالكم. إن شاء الله. فإن أردنا أن نستمر في أبناءنا هؤلاء. اسمك ايه؟ محمد. رأيت؟ رايان. رايان. انت باب من أبواب الجنة. صح؟ إن أردنا أن نستمر في رايان ومحمد بسم الله ما شاء الله هؤلاء الاخرى والأخوات. هين الأخوة؟ مستخدين الأخوة؟ مكسبين ها؟ 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 إن أردنا أن نستمر في أبناءنا. فنستمر في ذوي الحاجة. كما قال سيدنا عبد الله ابن عباس. هينما رأى رجلا يعتكف في مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ قال له لقد سمعته. صاحب هذا المقام القبل. يقول. لأن تمشي في حاجة أخيك خيرا لك من أن تعتكف في مسجدي هذا شهر أو شهرين. قضاء حوائج المساكين والفقراء والمنكوبين والمنكوبين والمنكتصبات والمنكتصبين إلى آخره 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 إلى آ معدها الماني. لان اليمن محفوظة برعاية الله سبحانه وتعالى. فالإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني. واليمانيين هم عنصار رسول صلى الله عليه وسلم. وهم من نشروا الدعوة الاسلامية من اندونيسيا الى الاندلس عندما. وكان منهم من ملوك الاندلس الى الاخر. فمن الفقهاء والعلماء والعباد والزهاد والشعراء الى الاخر والملوك والفمحين الاخرين. فعيب علينا ان نرى يمننا ها? تئن وتجوع. يعني تنزف دموعها دمنا. ونحن نراها هكذا. فالشهادة اليوم علينا في هذا المكان المبارك. وهؤلاء الملائكة المئات والآلاف الذين اتوا اليوم يروا جليل اعمالتهم النريم. ما يسعد الله به. وما يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وما تسعد البشرية والانسانية بهذا العطاء. نحن لن لن نستجد الى اليمن. لان نعرف ان مع ناس هم من الكرم والجود والحب والعطاء والمنع. وللقى الخلوب. ها? من السخاء والبسل كلها ثلاثة. ونطرقكم في رعاية الله. لتقيموا هذه المساعدة او العون لأينا اخواتنا واخواتنا واخواتنا اللي نتحدث عنهم محمد في كلمته. ونرزيل عليكم. انا احبكم في الله. انا احبكم في الله. انا احبكم في الله. جميعا. نساء ورجالا وشيوخا وشبابا واطفالا. وان اردنا ان يبني مستقبل ابنائنا. فلا بد ان نستثمر فيهم. ها? ونرفع ان يبني مستقبل ابنائنا في كل مكان في العالم. شاء الله. واجزاكم الله خيرا. واخواتنا فالله عليكم. ورحم الله. احسن الله لك. احسن الله لك. احسن الله لك. والله عالم شاهد وشاهد على دارك. يا دكتور. الله شاهد على ذلك بارك الله فيك